من بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد كلودي أبو عبد الحمد ما هي آخر مستجدات مشهد التظاهرات في ساحة التظاهرات في الواقع وضع محتقن جدا في لبنان التظاهرات هي عبارة عن مسيرة اليوم انطلقت من ساحة رياض الصلح القريبة من هنا اتجهت إلى وزارة الاقتصاد فجمعية المصارف فمصرف لبنان المركزي حيث تجمع العشرات وبدأوا ينددون بالسياسة المالية المتبعة بلبنان ولسيما السياسة التي يتبعها حاكم المصرف المركزي اما الاهم من ذلك وهذه المسيرة ستستمر ايضا ستعود الى وسط بيروت الى ساحة النجمي قرب البرلمان اللبناني ولكن الاهم من ذلك ان الطرق الرئيسية والشرايين الرئيسية في لبنان مقطوعة بالاطارات المشتعلة في اكثر من مكان وفي اكثر من منطقة وليس من تواجد كثيف لمحتاجين على الارض هم يأتي عدد قليل من هؤلاء البعض يشعل الاطارات يقطع الطريق ولا يبدو له اي اثر بعد ذلك هذا الامر يتكرر منذ بضعة ايام في لبنان واليوم ارتدى منحا اكثر اتساعا لان قطع الطرق شمل الكثير من المناطق اللبنانية حتى ان صوتيات انتشرت عبر مواقع الواتس اوب ووسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين اللبنانيين الى التزام اماكنهم وعدم التنقل بين المناطق اللبنانية خشية من فوضى ما يشهده لبنان الان قد لا يكون احتجاجات بالمعنى الصحيح للكلمة بالطبع هناك محتجون ولكن ايضا على الارض ونحن كصحفيين ميدانيين نلاحظ بان هناك شيئا مختلفا عما كنا نشهده في السنة الماضية والاشهر الماضية من حركات احتجاجية يشارك فيها مواطنون من المناطق والفئات والاعمار المختلفة الان نشهد قطع الطرق الاشعال مستوعبات النفايات هذا الامر في اكثر من منطقة في العاصمة بيروت وايضا في المناطق الاخرى من العاصمة بيروت وكانت هناك اوساط قريبة من رئيس الخصب الشعبي السلمي الى ربما بعض اعمال العنف الخفيفة كلودي ان كان هذا هو الاختلاف عن العام الماضي ولكن دعيني اسأل عن تفسير او كيف فهمت تعبير حسان دياب بالاعتكاف هل يعني ذلك انه يهدد بالتنحي عن مسؤولياته في تسيير الاعمال؟ هو اصلا مستقيل الحكومة مستقيلة هو فقط يقوم بتصريف الاعمال حتى ان الاعمال التي يقوم بها هي تحصل على الكثير من الانتقاد من الطبقة السياسية نفسها علمنا بان رئيس الجمهورية كان يريد ان يعقد حسان دياب جلسة لمجلس الوزراء لاقرار موازنة هذا العام ولكن دياب رفض معتبرا انها غير دستورية رغم انه في سابقة اخرى عندما كان رئيس سعد الحريري رئيسا لحكومة تصريف الاعمال عقد هكذا جلسة لمجلس الوزراء وكان يعقد اجتماعات وزرية فمما عم يتحدث حسان دياب هو اصلا يعني يصرف الاعمال فقط بالمعنى الضيق الضيق للكلمة هو فقط لعله يريد ان يقول من وراء هذا الامر انه لا يتحمل مسئولية هذا الوضع لبنان امام خطر كبير لعل هذه الجملة الابرز في خطابه يرى هذا الخطر داهما وكبيرا ولا يريد ان يتحمل مسئولية هذا الخطر يعلم كما يعلم جميع اللبنانيين كما يعلم المجتمع الدولي ان البداية الخلاص تبدأ بتشكيل حكومة لبنانية تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واضح بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وارد ان اذكر بان الدولار يقارب 10400 ليرا لبنانية في ارتفاع غير مسئول اشكرك مراسلة الغداء كلودي ابي حنى كنت معنا من بيروت اشكرك مراسلة الغداء 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 ترجمة نانسي قنقر